الأستاذ الكبير أسامة أنور عوكاشة أحد أعمدة الدراما المصرية والعربية ورائد المؤلفين وكتاب السيناريو اللي الغايد دلوقتي أعمالوا لها مكانة كبيرة عند الجماهير سواء في مصر أو في عالمنا العربي كله حقيقة النهاردة إحنا بنحتفي بأسامة أنور عوكاشة مع الناقد الفني أحمد سعد الدين اللي حنستعرض معاه خلال هذا الحوار رحلة أسامة أنور عوكاشة وأهم المحطات الفنية والدرامية منرحب بحضرتك وصباح الخير صباح الخير أهلاً أسامة عالم كبير جداً عالم عوكاشة أو أسامة أنور عوكاشة صعب جداً نشوف إيه الباب المدخل ليه لكن اسمح لي أبدأ ببدايته الأولى أنه بدأ مع الأدب مع القصة القصيرة والرواية وناس كتيراً ما عرفوش أنه نشر مجموعة كبيرة من القصص والروايات وكان مخلص جداً لنجيب محفوظ حتى في حوارات بول أنا ابن مدرسة نجيب محفوظ هو الحقيقة يعني بلسان أسامة أنور عوكاشة في أحد لقاءاته قال أنا ابتديت كان عندي 19 سنة أو 18 سنة في سنة 60 تقريباً ابتدى في كتابة القصة وكتابة القصة والرواية في الوقت ده كان نجيب محفوظ طبعاً هو صاحب العالم الكبير الساحر ده فهو تأثر بنجيب محفوظ بشكل كبير جداً لكن ما ننساش هذا الجيل اللي تولد في الأربعينات وكان شاب في الستينيات تأثر بالحركة الأدبية والفنية اللي كانت موجودة في مصر في الفترة دي كان فيه ازدهار غير طبيعي ولكن كان فيه كمان ما ننساش أن القراءة كانت أحد الأعمدة الأساسية في المجتمع في الوقت ده فهو كان قارئ جيد وكان مشارك فضل بقى بعد كده لحد ما تخرجه اشتغل فترة في التدريس ما قدرش يكمل ولكن راح الكويت قعد سنة تقريباً ورجع ومن هنا كانت الانطلاقة الكبيرة كان صديق للمخرج فخر الدين صلاح الله يرحم فهو اللي شده شوية لإيه؟ لكتابة الصهرات التلفزيونية وهكذا ثم كانت الانطلاقة من بداية التمانين مئات أسامة أنوروكاشة عنده العالم بتاعه ليه العالم بتاعه؟ لأنه هو في الأصل مهموم بقضية الهوية المصرية ودي أصعب حاجة هتلاقيها في كل أعمال أسامة حتى بعد وفاته في فيلم الإسكندراني في مسلسلات اللي اتعاملت كله لازم الهوية هي دي القضية بالنسبة له الانطلاقة زي ما حضرتك قلت يمكن الأكبر أو اللي لفتت النظر بشكل أكبر في الشهد ودموع كان قبلها شوية وقال البحر ودي برضو من الحاجات المهمة جداً ولكن ضرة التاج بالنسبة لأسامة أنوروكاشة هي ليالي الحجمية في قبلها أو بعدها أعمال كتير ولكن دي اللي لمت كل حاجة ليه بقى وليه إحنا مرتبطين بيها لحد دلوقتي لأنه هو عمل حاجة جميلة جداً عمل سرد تاريخي درامي من نهاية التلاتينيات وحتى بداية التسانيات فهو كان عارف هيبتدي فين وينتهي فين فمن هنا ربط الشكل أو العنصر الاجتماعي مع التاريخ السياسي المصر بتحولاته بقى السياسية والاقتصادية وولا آخره زي سلاسية نجيب محفوظ كده في الرواية بالزبط ده المعادل يعتبر زيه بالزبط فمن هنا إحنا ارتبطنا بيها لأنها كل طبقات المجتمع كانت قدامك على الشاشة وانت شايف نفسك نكونش غريب عن التشاشة فده كان عالم من عوالم قصامة نقراك مسلسلات ظاهرها كان شكل وباطنها كان شكل تاني يعني لما نيجي نتكلم عن حاجة من الحاجات اللي تصنى فلايت ولكن هي برضو كانت يعني مثلا أنا وانت وبابا في المشمش مثلا ظاهرها كان حاجة كوميديا خفيفة ولكن كان بيحط رسائل وبيحط أفكار وبيرصد اللي بيحصل في حاجة مهمة جدا ودي يعني ده أساس من أساسيات الدراما الكاتب وشخصية الكاتب وثقافة الكاتب هي اللي بتطغى عليه وهو بيكتب يعني مش معنى أنه هو بيكتب حاجة كوميدي أنه هو بيعمل نكة وإفهات ده هو دايما الكوميديا كوميديا سوداء يعني عندي فيه زواهر لابد أن أنا بنتقدها بشكل ما داخل المجتمع أنا شايف أنها سلبية ولكن في إطار كوميدي يعني في أنا وانت وبابا في المشمش هو يصنف في الكوميديا ولكن في نفس الوقت لا ده هو بيحارب الفساد وعنده رموز مهمة جدا داخل هذا العمل بشكل كبير وأذكر أن الفنان أو المخرج الكبير أستاذ محمد فاضل ربنا يدي له الصحة لما دخل هذا المسلسل يعني هو إيه بقوله أنت داخل معك كم حلقة قال لي 29 حلقة قبل التصوير وفي سامة مخلص 29 حلقة والحلقة الثلاثين كانت بتتكتب بس وعارف هو رايح فين لكن الأساس هنا أنت عارف الزواهر في سياق سياق ما هو ده الأساس أن أنت بتقولي كل اللي أنت عايزاه ولكن الإطار بسمة سر الدويتو والثناء العظيم إسماعيل عبدالحافظ وإسماعيل عبدالحافظ لما نشوف تتر أي مسلسل تأليف إسماعيل عبدالحافظ سر الكيميا اللي كانت بينهم لأنه المخرج قدمه طبعا أعمال كتيرة جدا ده ساك النجاح ساك وكان قادر يقدم رؤية أسامة نور عكاشا اللي مكتوبة على الورق بشكل مصري وفني جدا شايف الكيميا ما بين الإسمين دولز اللي اتنين كان فيهم شيء من بعض أولا هم نفس الجيل ثانيا نفس الثقافة ودي كانت أهم قريبين من بعض في الأفكار وهنا بعض المخرجين والمؤلفين يقول لك احنا محترفين محترف يعني هيجي لي السيناريو هقدر أعمله وخلاص لكن لما بيبقى على نفس الخط في التفكير هنا بيحصل إبداع غير طبيعي وده اللي حصل مع الشهد والدموع ثم بعد كده لالح المية بأجزاء خمس أجزاء ولكن شوف أفكار أسامة الفارق دايما إحنا عندنا السنائيات يعني أنا لو رجعت لبداية القرن العشرين أنا عندي نجيب الرحاني نجم فوق العادة بديع خير بديع خير ما أقدرش أفصل نجيب الرحاني عن بديع خير ليه؟ ده بيترجم الورق الموجود إلى مستوى بصري عندي إسماعيل ياسين أبو السعودي الإبياري فترة من الفترات حمد صبحي لنا نرملي وهكذا هنا بقى الكيميا اللي كانت موجودة ما بين أسامة أنا روكاشة وإسماعيل عبد الحافظ كانوا الاثنين على نفس التراك في التفكير فلما واحد بتجي له فكرة بحكاية تانية بيتطوروها وهم عادين فبيبقى كل واحد عارف أنا هعمل إيه حتى أن بعض الأفكار ممكن تبقى عنده إسماعيل عبد الحافظ الله يرحمهم طبعا مع حفظ الألقاء يقولوا إحنا عايزين نطور الحتة دي يدخلوا في إيه في زاوية أخرى التاني مش شايفها فالاثنين كانوا مكملين عشان كده أعمالهم كانت نجحة جدا إحنا بنشوف اسم أسماعون روكاشة يقترن به إسماعيل عبد الحافظ على طول أو العكس ولكن الاثنين كانوا ماشيين في نفس التراك عشان كده النجاح كان هما واجهين لعملة واحدة اسم أسماعون روكاشة حتى هو على قيد الحياة طبعا مع حفظ الألقاب في الفترة الأخيرة ما كانش بيقدم حاجة للتلفزيون أو جاء في الآخر كده توقف لفترة وقال في إحدى اللقاءات التلفزيونية أنا مش عايز أدخل في زحمة كبيرة زمان كان الناس قاعدة بتتفرج على وجبة بمزاج كان بيحب يقدم حاجته متفردة ومختلفة وفي وقت مختلف أسماعون روكاشة أولا طريقة كتابته كان يحب يكتب وهو قاعد قدام البحر يعني حتى اسكندرية تحديدا لها نصيب الأكبر ونصيب الأسد في أعمال أسامة ستة كتوبر شاطئ النخيل كله دي عدده طبيعي فهو كان بيحب يكتب قدام البحر الحاجة التانية أسماعون روكاشة لما كان بيكتب المعالجة ويبتدي يفرغها بقى كحلقات وكلام من ده بتاخد وقت بعد كده إحنا كان زمان عندنا القناة الأولى والتانية فببقى وقت البني آدم الإنسان الطبيعي هتفرج على مسلسل إمتى والفوزير إمتى لأن كانت في ست أعمال درامية بتعرض في رمضان منها مسلسل ديني بيجي بالليل منها مسلسل تاريخي والاجتماعي ومسلسلات كوميدي فكانت مقسمة فكل واحد عارف مسلسل الساعة 8 يا جماعة هنتفرج عليه يعني هنقعد سكتين لما جينا دخلنا في بداية الألفية وانتشار الفضائيات بشكل كبير ثم زيادة الأعمال الدرامية اللي احنا بنعاني النهاردة من هذا الموضوع اسمها مفرامة رمضان مفرامة رمضان فيها مشكلتين أنا عندي شهر رمضان فيه 40-50 مسلسل من هذا الإنسان الخارق اللي يقدر يتابع كل ده اللي يقدر دي الحاجة الحاجة التانية حتى لو أنا تابعت مسلسل واحد مشكلتنا أن أصبح دلوقتي الوكالة الإعلانية متحكمة أكتر في الدراما خمس دقايق ثم فاصل طويل قفل الاتصال اللي بيني وبيني الشاشة اللي هو قطع حبل أفكار وصمع نور وكاشة كان شايف ده من الأول فكان يقولك أنا ما بحبش أن أنا أدخل في هذه المفرامة أنا عايز المشاهد يبقى قاعد ومستوعب ومتفاعل مع العمل الفني من هنا جاء له شبه اكتئاب في الوقت ده يمكن هو آخر حاجة عماما مصروية على مفتكر وكان مصروية كانت مشروع أنه هيبقى زي الحلمية كده خمس أجزاء تمام ولكن لم يكتمل فهي دي كانت مشكلة قساما أنه هو شايف أنا بقدم أنا مش بقدم عمل أنه أنا باخد عليه فلوس وبروحنا لا أنا بقدم كمان وجبة ثقافية صحيح ترفيهية شوف كل حاجة كان كمان مهموم ومشغول يعني زي ما حرك قلت بسؤالي الهوية وكمان مهموم بالرصد الاجتماعي والتاريخي والثقافي للمجتمع ودي نقطة مهمة جدا بش بس فكرة تقديم مسلسل للتسلية لا أنا المسلسل ده وثيقة مصورة لتاريخ مصر لأحوال البلد حتى الآن لو جيت تكلم الشباب مثلا 35-40 سنة وبتحكينهم على التاريخ يقولك احنا شوفنا ده في الحيمية يعني هم بيستشهدوا ببعض الأعمال الدرامية على المهمة عشان النقطة دي تحديدا فكرة الهوية مهمة جدا لأنه هو عايز يقدم ويعبر عن الهوية المصرية درة التاج في التقاضي أو في تقديري مسلسل أربسك شخصية حسن النومان أنا السؤال والجواب أنا حل اللغز ومفتاح السر الشخصية وطبعا أدها العبقاري صلاح السعدان اللي أرحمه شخصية حسن النومان هنا وفكرة التأكيد على الهوية المصرية والأربسك نفسه صناعة الحرفة دي أصعب حرفة في هذا المجال هو حرفة الأربسك بياخد وقته وعايز وصبر إبداع تمام دي حاجة الحاجة التانية هو جاب حسن أربسك حسن النومان هو أيام حسن النومان حسن النومان في هذا المكان إزاي بتكلم كمان برغم أنه هو من أصل الشغلانة وبتكلم على الهوية والحاجة التانية لما فيه مشهد على فكرة الصلاح السعداني وهو قاعدين صهرانين وشربوا مخدرات ضاع الكرسي ضاع الكرسي آه تمام هذا الكرسي بيقب الوعي آه هو فاء ليه؟ لأن هنا فيه رمزية مهمة أسامة أنوروكاشا غزلها بحرير وقت ما غاب الوعي الكرسي ده من التراث والتاريخ صحيح ابتدى التاريخ يضيع يضيع فمن هنا أسامة أنوروكاشا كان بيغزل بالحرير بخيط حرير فكان جميل جدا شوف كمان دور كرامطاوة العلماء في الوقت ده وإيه إحنا بنحافظ عليهم ولا ممكن يد الإرهاب تطولهم سواء من الدولة الخارجية أو من الداخل فهو عمل حاجات كثيرة جدا داخل هذا المسلسل ومن أجمل أعماله على فكرة يمكن الشهرة الأكبر لليل الحماية ولكن حسن النعماني من أجمل أعمال أسامة أنوروكاشا ورمزيات هذا المسلسل موجودة حتى الآن يعني أعتقد أنه سنحتاج وقت أكتر بكتير حتى نتكلم يعني إحنا سعادة بوجود حضرتك وسعادة بتبسيطك لي يعني كتير من الشرح اللي حضرتك شرحتهنا نهاردة ناقد الفاني أساس أحمد سعد الدين نورتنا شكرا نورتنا وشرفتنا وصباح الخير على حضرتك ودائما حيبقى والسامة أنوروكاشا زي ما حرق قلت هو مرجعية لأي جيل جاي أي جيل عايز يعرف مصر ويفهم روح مصر هيتفرج على مسلسلات رايل بيضا والشهد والدموع وأرابيسكو غيرها من المسلسلات الجميلة اللي لسه عايشة في ذاكرة كل البصريين اشتركوا في القناة